قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى كابل استغرقت يوماً واحداً أجرى خلالها محادثات مع نظيره الأفغاني حامد كرزاي حول تطوير العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب ودعا إلى نبذ العنف في المنطقة كما شارك روحاني في احتفال بمناسبة عيد النوروز ورأس سنة الهجري الشمسي الجديد بمشاركة زعماء الدول الناطقة باللغة الفارسية أقيمت القمة السادسة للدول الثلاث الناطقة بالفارسية في كابل على هامش الاحتفال العالمي بعيد النوروز بمشاركة رؤساء إيران وافغانستان وطاجكستان وبحث الرؤساء الدول الثلاث خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون الشامل بينهم إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد روحاني أن باستطاعات الدول الثلاث إقامة اتحاد إقليمي شامل هدفه المشترك تحقيق التنمية والتطور للشعوب والارتقاء بالمستوى المعيشي في المنطقة كما دعا روحاني إلى نبد العنف ومواجهة التطرف ودعا دول الثلاث إلى إعداد خطة عمل للتصدي للعنف والتطرف وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأضافا ندعو جميع الشعوب والدول الثلاث إلى المبادرة لإعداد خطة عمل لتنفيذ هذا القرار وجعل مواجهة التطرف وتحقيق الاعتدال هدية لشعوبهم يذكر أن بعض الدول الآسيوية مثل إيران وجمهورية أذربيجان وأفغانستان وطجكستان وأزباكستان وتركمانستان وقرغيزيا وكازاخستان وألبانيا وأجزاء من العراق وتركيا والهند وباكستان تحتفل بعيد النوروز وهو بداية عام شمسي جديد وبداية الاعتدال الربيعي الذي يكتمل فيه دوران الأرض حول الشمس خلال سنة واحدة من جانب آخر أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن إيران تعتزم تصدير الغاز المسال من خلال منشأة في سلطنة عمان التي تربطها بها علاقات قوية والموقع المماثل للبلدين عبر إطلالتهما على أكثر المضائق البحرية للعالم السراتيجية وقال مسؤول إيراني أن طهران تفكر في تصدير الغاز المسال عبر سلطنة عمان لتوفير الغاز في أسواق الشرق الأقصى والجدير بالذكرى أن الصفقة التي وقعتها طهران ومسقط تقدر بستين مليار دولار وستعمل إيران على تصدير عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى السلطنة تتضمن بناء أطول خط أنابيب تحت مياه مضيغ هرموز لتصدير الغاز الإيراني إلى الهند طوله 260 كم تتضمن بناء كيلومتراً ترجمة نانسي قنقر